السلام عليكم طلاب الأعزاء اليوم سنكمل درسنا الذي بدأنا فيه في الفيديو السابق وهو بعنوان طعامنا الجزء الثالث في نهاية هذا الفيديو سوف يصبح التلميذ قادرا على أن يصنف الأطعمة بحسب دورها في الجسم معطيا أمثلة عن كل منها أن يتعرف إلى المكونات الغذائية للبروتينات والسكريات والدهنيات أن يحدد سبب تفكيك الغذاء في الجسم لكن قبل أن نبدأ بدرسنا علينا تحضير الأدوات الآتية كتاب العلوم دفتر وقلا لتدوين الملاحظات أروى يا أروى نعم يا أمي لماذا تنادينني؟ أريد منك أن تساعديني في إعداد الطعام فالوقت تأخر كثيرا ولم أنتهي من إعداد الطعام والضيوف قد أوشكوا على الوصول فالساعة الآن الواحدة والنصف وزمن وصولهم الثانية ظهرا حسنا ولكن ما كل هذه الأطعمة؟ إنها كثيرة جدا ليست كثيرة يا ابنتي لابد أن نقدم للضيوف أطعمة ذات أصناف متنوعة ها أطعمة ذات أصناف متنوعة أتقصدين يا أمي أن هناك أنواع من الأطعمة؟ تعرفنا في هذا الدرس على أن الأطعمة تحتوي على أنواع مختلفة من الغذاء فقد يحتوي نوع من الأطعمة على البروتينات أو الدهنيات أو السكريات أو الفيتامينات أو غيرها وقد يحتوي على أكثر من نوع من الغذاء ولكن هل يؤثر ذلك على استفادتنا من هذا الطعام؟ ولماذا يجب أن ننوع في طعامنا كما قالت أم أروى؟ هيا بنا لنعرف أصنف الأطعمة بحسب دورها في الجسم في ثلاث مجموعات المجموعة الأولى هي أطعمة النمو المجموعة الثانية هي أطعمة الطاقة المجموعة الثالثة هي الأطعمة الوظيفية لكن ما الفرق بين هذه المجموعات؟ لنبدأ أولا بأطعمة النمو سميت بهذا الاسم لأنها تؤدي دورا مهما في بناء خلايا الجسم ونموه وذلك نتيجة احتبائها على كميات كبيرة من البروتينات ومن هذه الأطعمة اللحوم على أنواعها الحليب ومشتقاته البيض والبقول أما أطعمة الطاقة فقد سميت كذلك لأنها تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها وذلك بسبب احتبائها على كميات كبيرة من السكريات والدهنيات ومن هذه الأطعمة الخبز، العصال، السكاكر، الشوكولات، الزيوت على أنواعها والسمن والزبدة أما الأطعمة الوظيفية فقد سميت بذلك لأنها تساعد الجسم على القيام بوظائفه المختلفة بشكل سليم وذلك لأنها غنية بالفيتامينات والأملح وهذه الأطعمة هي الخضار على أنواعها والفاكهة والماء الآن حان وقت العمل اقرأ النص صفحة 34 و35 في كتابك وبالرجوع إلى ما صبق عالج البندين رقم 5 و6 صفحة 35 لا تنسى إيقاف الفيديو حتى تنهي عملك بما أنك قد أنهيت عملك لنتأكد من الإجابات معا بالرجوع إلى النص الصابق عالج البندين الآتيين البند رقم 5 حدد المعيار الذي اعتمد عليه العلماء لتصنيف الطعام إلى ثلاث مجموعات أحسنتم المعيار هو الدور الذي يؤديه الطعام في الجسم البند رقم 6 أكمل الجدول الآتي حول أنواع الأطعمة نوع الأطعمة أطعمة النمو دورها بناء خلايا الجسم أو نمو الجسم الغذاء الذي تحتوي عليه بكثرة البروتينات مثالان عنها اللحوم، الحليب، الحمص، الفول أطعمة الطاقة دورها تؤمن الطاقة اللازمة للجسم الغذاء الذي تحتوي عليه بكثرة السكريات، الدهنيات مثالان عنها الزيوت، السمن، الزبدة الأطعمة الوظيفية دورها تساعد الجسم على القيام بوظائفه بشكل سليم الغذاء الذي تحتوي عليه بكثرة فيتامينات أملح، مثالان عنها الخضار، الفاكهة، الماء أحسنتم إجاباتكم صحيحة كما رأينا فأن لكل مجموعة من الأطعمة دورها في جسمنا لذا يجب أن ننوع في أطعمتنا وتعلمنا سابقا أن الخلايا تحتاج إلى كل أنواع الغذاء الموجودة في الأطعمة لكي تبقى حية لكن غالبية الغذاء الموجود في هذه الأطعمة معقد وكبير ولا يمكنه الدخول إلى الخلية عبر غشائها لذلك لا بد من تفكيكه إلى غذاء بسيط وهذه هي وظيفة الجهاز الهضمي فمثلا البروتينات تتفكك إلى غذاء بسيط يسمى الأحماض الأمينية في حين تتفكك السكريات المعقدة مثل النشاء إلى سكريات بسيطة مثل الجليكوز أما الدهنيات فتتفكك لتعطي الأحماض الدهنية البسيطة وهذا الغذاء البسيط قادر على المرور عبر غشاء الخلية للوصول إليها فتستعمله لتقوم بوظائفها وتبقى حية وماذا عن تفكيك باقي أنواع الغذاء؟ إن غشاء الخلية يمرر الفيتامينات والأملاح والماء دون حاجة إلى تفكيكها لأنها بسيطة الآن حان وقت العمل اقرأ النص صفحة 36 في كتابك ثم عالج البندين رقم 87 في الصفحة نفسها لا تنسى إيقاف الفيديو حتى تنهي عملك الآن لنتأكد من الإجابات معاً البند رقم 7 حدد سبب تفكيك الغذاء في الجسم أحسنتم يتفكك الغذاء الكبير إلى غذاء أصغر قادر على المرور عبر غشاء الخلية ليصل إليها البند رقم 8 ما هو الجهاز المسؤول عن تفكيك الغذاء في الجسم؟ أحسنتم الجهاز الغضمي لنلخص الآن كل المعلومات التي وردت في هذا الفيديو تصنف الأطعمة بحسب دورها في الجسم في ثلاث مجموعات المجموعة الأولى أطعمة النمو تؤدي دوراً في بناء خلايا الجسم ونموه نتيجة احتوائها على كميات كبيرة من البروتين المجموعة الثانية أطعمة الطاقة تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها نتيجة احتوائها على كميات كبيرة من السكريات والدهنيات المجموعة الثالثة الأطعمة الوظيفية تساعد الجسم على القيام بوظائفه المختلفة بشكل سليم نتيجة احتوائها على الأملاح والفيتامينات تفكيك الغذاء تتفكك البروتينات إلى غذاء بسيط يسمى الأحماض الأمينية تتفكك السكريات المعقدة مثل النشاء إلى سكريات بسيطة مثل الجليكوز تتفكك الدهنيات لطاعة الأحماض الدهنية البسيطة الغذاء البسيط قادر على المرور عبر غشاء الخلايا للوصول إليها فتستعمله لتقوم بوظائفها وتبقى حية مهمتك بعد مشاهدة الفيديو هي كراءة صفحات الكتاب صفحة 34 35 36 حفظ البند رقم 6 صفحة 35 والبندين رقم 8 صفحة 36 لا تنسى طبعا نشخ الإجابات التي حللناها سويا في كتابك في مكانها المناسب وشكرا لحسن إصغائكم دمتم برعاية الله موسيقى موسيقى